في مدينة قصر هرعالة ماد العصور قائم شيخ واقور القديس أبو فانا في وسط القديسين والنساك المجاهدين أب مرتفع آمين القديس أبو فانا كان أبوه أبرر غرس أخضر قد صار نخلى حلوات الأثمار القديس أبو فانا عاش الشاب بعفاف وبجهة شديدة أضاف رصيد أضعف أضعف القديس أبو فانا كاسا كل عريا وأطعم بيد الجوعان وزر السجين المهان القديس أبو فانا اشتهى الكنز الخلب فاتش عنه بأتعب فانا للقديس وأصاب القديس أبو فانا الوحدة كانت سكنة وعلى باب المغارة الله أنبعمية القديس أبو فانا بعرق ودموع البر وصل بكل اقتدر وصوم ليلا ونهار القديس أبو فانا وكانا أكل الكافف ولبس من الألياف فزاد كل الأوصاف القديس أبو فانا عطر زا كفاح جذب سائر الأروح محب كل كفاح القديس أبو فانا سي رجل معوضة في المكان قد جاء وعلى الجبل أضاء القديس أبو فانا قلب رقيق عاطف حنن على الملهوف يجبر كل ما قصوف القديس أبو فانا صار بوستا ماليا بأباء أبرى الرهبان يسبحنا بنغم ألحان القديس أبو فانا برج حمام عالي أمنوع فيه غاليهي منف الأعالي القديس أبو فانا وصايا وتعاليم بجلل حياتهم عاشوا بكمال ورفضوا محبة المال القديس أبو فانا نال مواهب شفاء للمرضى دون عناء وأقم ميتا بجلاء القديس أبو فانا عرف كشف الأفكار وعلم كل الأسرار وشهد إفرام إجهار القديس أبو فانا جسد مشاهد يحكي بالنسك صار محني وبمدحه زد فرحي القديس أبو فانا تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله أبو فانا أعن أجمعين آآ 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 exs اشتركوا في القناة